مساء النور والهنة على أحلى جمهورنا قبل ما نبدأ ياريت نصلى على سيدنا محمد عليها أفضل وصلاة والسلام وما تنسوش تضموني باللايك وكومنت الحلم ويلا بسرعة نشوف قصتنا بتتكلم عن إيه أنا اتجاوز واحد عنده أربعين سنة يا بابا ليه دنا طفلة بالنسبة ليه اخصى عليك إزاي عايز ترمي بنتك الرمية السودة دي هو فيها إيه يعني كل البنات اللي في دورك اتجاوزوا وبنت عفافي اتجاوزت واحد أكبر منها بخمس تشر سنة ما قالتش إنها طفلة بالنسبة ليه بص يا بيتنتي من الآخر كده أنا أخدت معد مع الشاب وهو جاي النهاردة عشان نحدد معد كتب الكتاب إزاي تقول عليه شاب وهو عنده أربعين سنة وبعدين إزاي تاخد القرار ده من غير ما تسألني على رأيه إزا كنتم وفق أو لا لا وانا هستنى حضرتك لما توفقي الشاب جاي النهاردة علشان يحدد كتب الكتاب ومش جاي علشان يتعرف على سود عيوني أبوها طلع وقف الليل باب وراء علشان حان انتعد على طرف السرير وتقول إزاي بابا يفكر في كده إزاي عايز نتجاوز واحد عنده أربعين سنة وفي المساء جلال دخل البيت بكل هبته ووالد هنروح عليه وقال له يا مرحب يا مرحب والله هنبي تنور اتفضل يا جلال بيه جلال قعد على القرصي وحط رجل على رجل وتكلم بكبرياء هي فين؟ بتغير هدمها يا بيه تحب تشرب إيه؟ أنا مش جاي علشان أشرب حاجة أنا هنا علشان أقول لك إن عايز أكتب عليها بعض يومين وأقدر أخدها ليه يا بيه مش هنعمل فرح ولا إيه؟ والله أنا قلت اللي عندي عن إذنك جلال طلع وحانان طلعت من قضتها في الوقت ده وقالت هو إزاي يتكلم معك بالطريقة دي الشخص ده معنده الزوء شش اسكت يا حانان اللي لا يسمعك وبعد إن أوعي تنسي حبيبتي إن ده هيبقى جوزك على صنة الله ورسوله ونا قلت لك إن رفضة ومستحيلة روح أتجوز واحد عنده أربعين سنة مش من قلة العرسان هي حانان دخلت قضتها تاني وجلال سماء كل كلمة هي قلتها علشان يبتسم بهدق ويقول هو محدش قال لك إن جلال المنشاوي اللي بيشاور عليه بياخد ولا إيه وعند حانان قعدت على طرف السرير واتكلمت باية وقلت على آخر الزمن أروح أتجوز واحد عنده أربعين سنة أنا لا يمكن لا يمكن أسمح لده يحصل أنا لازم أهرب من هنا وفي منتصف الليل حانان حطت كل هدومها في الشنطة وفتحت باب الأودة بكل هدوء بعد ما تأكدت إن ما فيش حد في الصالون طلعت وفتحت الباب براحة جدا وطلعت من البيت وغمضت عنيها وقلت للأسف ما سبش لي حل غير كده أنا والله ما كنت عايزة أعمل كده بس انت رفت تسمع وجهة نظري علشان كده لازم أهرب حانان مشيت على الطريق وما كانت شعر فتروح فين كانت خايفة أوي لأن الوقت تأخر جدا ويعتبر المكان اللي هي سكنة فيه مالين شباب بتشرب حانان بسط حواليها وقالت هروح فين دلوقتي أنا حاسة إنه غلط لما سبت البيت ومشيت كان لازم أستنى للصبح إنما الوقت ده وحش أوي حانان لقت عربية جاية عليها علشان تقف مكانها والخوف يمتلكها صاحب العربية نزل واخد حانان بالعافية علشان حانان تصرخ بسط علي وتطلب المساعدة لكن فقدت الوعي على طول أول ما صاحب العربية حتى علبه أهمان ديل محتوط علي مدى منومة وفي صباح يوم جديد حانان بدأت تفوق وكانت حاسة بصدع رهيب علشان تتكلم بصوت مهزوز أنا أنا فين حانان فتحت عينيها واتفجأت لما لقت نفسها فقوضة كبيرة جدا علشان تحاول تؤمن على السرير لكن ما عرفتش لإنها كانت مربوطة من إيديها ورجليها علشان تصرخ بسط علي وتقول أنا فين حد هنا يا ناس يا ناس يالي هنا وفجأة الباب اتفتح علشان جلال يدخل بكل هبتو المعتادة أما حانان بصت له وقالت أنت أنت مين وعيز مني إيه قعد جلال على الكرسي وحط رجل على رجل وقال كنت مفقرة إنك هتقدر تهربي مني أنت ما تعرفش جلال من شو ولا إيه أنا مش فهمة حاجة أنت عيز مني إيه أنا الشخص اللي طلب إيدك من الوالد حانان بصت له بصدمة وقعد جلال أم وقال كنت متأكد إنك هتحاول تهربي علشان كده حطيتك تحت المرأبة حانان بدأت تحرك رجليها وتتكلم بزعي أنا مستحيل لتجوزك وبعضين أنا روح أبلغ عنك أول مطلع من هنا الظاهر إنك ما تعرفش جلال من شو كويس بس على عموم بكرة نتجوز وتعرف أنا مين أنا مستحيل لتجوزك جلال راحة عنده وحطي إيده على خدها وقال مش هتكون الغيري أنت ملكي أنا وبس أنت مش شايف سنك علشان تروح تطلب بنتا عندها 18 سنة يا رجل يا عجوز أصلا بحب البنات اللي من سنك وبصراحة مش شايف فيه فرق بنا أنا مش موافقة وقلتلك وبعدين مش هتقدر تتجوزنا غزبا عني أنا كلمت الوالد وقال لي إنه هيجيب المأزون مع النهاردة علشان اكتبت الكتب عليكي أنسى ضمت حنان من كلامه وقال حاولي تقبل بالواقع يا حلوة جلال بعد ما قال كده طلع وقفل الباب وراه علشان حنان تتكلم بزي ليه يمكن أوافق على المهزلة دي وصدقني هتندم وانت يا بابا هتندم برضه إزاي عايز تعمل فيه كده أنا عارفة إني دايما عيبق عليك وعيبق كبير كمان علشان اتجوز واحدة 40 سنة حضرتك تقدر تتجوز الست سميرة وفي المساء والد حنان وصل وكان معه المأزون علشان رجالة جلال ترحم بهم ودخلهم قوضة الصالون أما جلال كان فوق طبي يجهز نفسه والد البنت وصل يا جلال بيه هو معه المأزون شوف الخالة جهزت البنت ولا لأ عايزنا خلاص بقى أوام ركابيه أرجوك يا خالة أرجوك ساعديني أمشي من هنا أعتبرني زي بنتك وساعديني أمشي يارد بنتي مكانك هو حض يطولي تجوز جلال بيه دموعه حنان نزلك والخالة قالت شكلك بنته عنيدة ومش هتيجي إلا بالأسلوب الثاني خلاص البس الفستان بقى وما تخلي نشزع عليك أنا لا يمكن تجوز الشخص ده انتوا فاهمين وقتها دخل جلال وقال اطلع انت يا خلا شكلها عنيدة ومحتاجة وقتها عشان توافق الخالة هزت رأسها وطلعت أما جلال إفل الباب علشان حنان ترجع لورا وتقول انت هتعمل إيه جلال بدأ يمشي ناحيتها علشان حنان تمسك الفازة وتتكلم بتهديد وربنا لو قربت مني هنزل الفازة دي فوق دماغك جلال مسكها من درعها جمد قوي علشان حنان تصرخ أما جلال الكلام بحده مش عايز النزعل من بعض في الأول كده علشان كده خليك الشطر واسمعي الكلام انت ليه مصممة تتجوز واحدة مش عايزك علشان بحبك علشان مقدرش أشوفك مع غيري وأعمل السن مش مهم بالنسبة لي أكتر من وجود الجنبي بتحب واحدة أدعي لك يا رجلي عبيد وقتها عيون جلالة حولت علشان حنان تبلع رقها بخوف أما جلال الكلام بصوت عليه معك عشر دقائق تلبس الفستان فيهم قصما بالله لو ملبس الفستان وجهزت نفسك لا تشوف شخصتان يخلص جلال بعد ما قال كده طلع من القوضة واقفل الباب وراء علشان حنان تجر على السرير وتعيت وتقول أنا عملت إيه في حياتي علشان يحصل معي كده يا رب أنا مش عايزة تجوز الشخص ده وبعد شوية جلال كان منتظر حنان تنزل كان بيفقر في حاجات كتير ممكن يعملها لو ما نزلت جلال قرر يروح يشوفها علشان يقوم ويقول خليك هنا هراح أشوف بنتك وجاي هزره صوب خوف أما جلال كان طالع فوق لكن وقف مكانه أول ما شف حنان نزل على السلم وكانت لابسة فستان غير اللي جلال اشتراه لكن الفستان اللي كانت لابسه كان جميل قوي عليها جلال ابتسم بكل هدوء وحنان كان بيان عليها الحزن ما كانت شايزة تبصف وشة أي حد من الموجودين المأزون أول ما شف حالة حنان بل عريق وبصوبة وقرب من ودن والد حنان وقال هي بنتك مخصوبة على الجواز ولا ايه اسكت انت مش عايز اسمع صوتك انت هنا عايزك تكتب كتب الكتاب وبس غير كده ملكش لازمة هنا المأزون سقط وجلال راح مسك ايد حنان وقال ايه الحلوة دي حنان مرضت شالي وجلال قرب من ودنها وقال بهمس بس الفستان ده أحلى بكتير من اللي كنت مختاره حقيق زوج تحفة حنان غمضت عينها وجلال حط دراعه على دراعها واخدها عندي المأزون علشان يقول يلا يا مولانا أصلي مستعجل قوي وبعد شوية المأزون بصوت مهزوز برق الله لكم هو برق عليكم وجمع بينكم في خير أستأذننا بقى جلال قام ومسك ايد حنان وقال في ايه انت عطف دلو قاعدين ولا ايه حاجز حاجة يا حبيبتي حنان بصت الناحية التانية وجلال اتكلم وقال بلشت عصام مراتي ويلا امشي من هنا والد حنان مشى وحنان شدت ايدها من ايد جلال وتلعت تجرع لفوق جلال حسب وجعها لكن كابر مشاره وقرر يطلع ورها جلال خبط على الباب واتكلم بهدوء افتح الباب يا بنت الناس ما تخفيش مش هكبرك على حاجة انت مش عايزها حنان مردت شالي علشان جلال يقول افتح الباب خلينا نتكلم كلمتين حنان قامت من على الارض وفتحت الباب وقالت قسم بالله لو قربت مني ما هتعرف ايه اللي هيحصل ايه دي انا مش عايز منك حاجة انا عايز اقول لك على كلمتين وبس بوعدك همشي من هنا حنان بصيت له وما كانتش واثقة فيه لكن نظرة جلال خلتها تسيب اللي في ادها جلال مسك ادها وتكلم بحنية او دي حنان حنان قعدت وجلال قعد جنبها وقال انا عارف ان اسلوبي كان وحش معك بس ما كانش قدامي غير الاسلوب ده علشان اقدر اتجوزك وانا قلت لك ان مش هايزك انت ليه مصمم تتجوزني علشان حبيتك يا بنت الناس انا عارف انك مستغربة وفي اسئلة بتدور في عقلك ودلوقتي بتقولي ازاي حبني وانا ولا مرة شفته ولا هو شفني احب اقولك ان كنت باشوفك كتير قوي وانتي وقفة مع ابوك في المحل وبصراحة عاجبتني جد عندك قوي حنان بصت لتحن وجلال قال انا عارف ان في فرق سن بنتك برقوي بس عمرها ما كانت بالعمر يا بنت الناس انا صحيح كبيرة عنك بس مستعدة اعمل حاجات كتير علشان اشوفك مبسوطة انا مصدومة ببابا اوي كنت اخر حاجة توقعها مني ما كنتش حاببة اقولك كلام ده بس هقولك ابوك كان ناوي يجوزك حامد حامد اصدقامو حامد جلال هالزرسو بهدوء علشان حنان تحط ايدها على رأسها وتقول الدرجة دين كنت عبقها لي جلال سقط وحنان قامت وقالت انت شكلك كدهب انا ازاي يصدق على بابا كده جلال ام هو كمان وقال اكبر دليل اني مش بكدك اني اتجوزتك وابوك يوافق حنان وقتها وقعت على الارض وفقدت الوعي علشان جلال يشلها ويحطها على السرير ويتكلم بخوف حنان حنان رد علي جلال طلع التليفون من جيبه ورنع للدكتور الخاص به وبعد شوية الدكتور طلع من القوضة بعد ما فحص حنان وقال لجلال دهبوت بسبب انها ما كانتش بتاكل يعني هي بخير يا دكتور ما تقلقش المدن بخير بس ياريت تهتم بالنظام الغذائي بتاعها شوية لان حالة الاغماء اللي حصلت بسبب نقص الكالسيوم وبعض الفيتامينات عن اذنك الدكتور مشا والجلال خد نفسها عميك وقال لازم تتعمل معها بكل هدوء يا جلال البنت مش مستوى بلو بيحصل حواليها علشان كده لازم تكون في ظهرها في المحنة دي وفي منتصف الليل حنان قامت من على السرير وحطت ايدها على رسها واول ما شايفت جلال نايم جنبها سرخت بسوطة علي وقالت انت زي تنم جنبي كده ايه دي ما فيش حاجة حصلت وبعدين الزي ده انا جوزك على فكرة وده شيء طبيعي حنان سقطت وجلال قال المهم دلوقتي اخبرك ايه حنان ما ردتش علي مش عارف انت خايفة مني كده ليه انا على فكرة مستعد اعملك اللي انت عايزاه طلقني ايه دي الحاجة الوحيدة اللي مستحيل عملها لان ما صدقت اتجاوزك بس انا مش بحبك هو الحب بالعافية ولا ايه يمكن الايام تثبتلك انه شخص كويس ممكن تطلع برة محتاجة كل واحدة لو سمحت جلال هزرسه وطلع فعلا اما حنان قعدت على طرف السرير وقلت هو ايه اللي حصل ايه اللي تغير في يوم وليلة كنت من يومين عايش حياتي وبروح المكان اللي نعيزاه وفجأة لنفسي كده قعدة بين اربح حيطان وفي صباح يوم جديد ايه الكلام اللي انت بتقولي ده يا سميرة انت ما تعرفيش انا عملت ايه في بنتي علشان تسيب لنا البيت ونعيش فيه انا وانتي بص بصراحة كده بعد اللي عملتو في بنتك انا بقيت خايفة منك قصة مش معقول تبع بنتك علشاني علشان بحبك وبعد ان بنتي تجوزت واحد غاني قوي مش عايزك تقلق عليها وقلق عليها اللي ان شاء الله انا قل انا على حياتي انا هو بعض انت قاعد هنا لي خد هدومك ومش عايزة شوفو الشك هنا بص الها بصدمة وهي قلق ما لك انت ناس انك كتبت البيت باسمه ولا ايه حبيبي ايه الكلام اللي بتقولي ده ازاي تقولي كده انا اللي حبيتك وعملت كل ده علشان تروحي وتقولي لي كده وربنا ما هرحمك مسكها وما كانتش قادرة تاخد نفسها وهو ضغط عليها اكتر ووقعت على الارض ايه اللي عملت ده قعد على ركبته ومسك ايدها وقال ايد 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 شكلها لا يرحمها بل عريق وبصعوبة وقال سميرة رد علي سميرة انا ما كانش قصدي اعمل كده بس انت اللي عصبتني بكلامك سميرة علشان خطري رد علي قولي لي اي حاجة تب اقولك انا مستعدة اسيب لك البيت كله ليك هو مش كده وبس مستعدة اكتب لك المحل باسمك بس رد علي سميرة رد علي علشان خطري رد علي احنا مش اتفقنا لما حنان تتجوز احنا كمان هنتجوز انت نسيت الوقت اللي كون ما بيننا ولا ايه سرخ بس وتعلي وبق بيعيز زي الاطفال علشان الشرطة تيجي وتقبض عليه والخبر وصل لحنان اللي كانت في حالة صدمة رغم انها انصدمت الا انها رفضت تزوره لانه السبب في اللي حصل لها وبعد مرور شهور حنان كانت في الشهور دي كانت بتتجهل جلال على قد ما تقدر لكن جلال كان بيعملها احسن معاملة وكانت كل طلبتها مجابة الا انها كانت رفضة وجوده حنان كانت اعضف القوضة ومسك كتاب الفيزياء وبتذكر علشان جلال يدخل يقول حنان ممكن اتكلم معك انا مش فضية دلوقتي جلال دخل وقف اللي الباب وراه علشان حنان تؤمن على السرير وتتكلم بغضب قلت لك انا مش فضية انت مش بتسمع ولا ايه ايه دي مش اخد من وقتك كتير انا جيت بس علشان اقولك اني نوع منك اللي انت عايزاه اقصد اني طلعك زي ما انت طلبتي لان بصراحة مش هينفع عايش معك كده وانت مش طيقاني حنان ما كانت شعر فتفرح ولا تحزن علشان جلال يقول بس انا اسف مش هقدر اطلقك الا بعد اسبوع ليه اكون اتكلمت مع المحمي في شوية امور كده مش عايزك تخافي من حاجة كل اللي انت عايزها هيحصل جلال بعد ما قال كده طلع من القوضة علشان دمو حنان تنزل على خدها حنان ما كانت شعر فايه سبب الدمو دي علشان تقول انا اللي بعيد المفروض اني افرح انا هتطلق وحريتي هترجع ايه دي حنان معقول معقول حبي الجلال بس ازاي ده يدوب فتاعة لجوازنا شهور اكيد ده مش مهم اكيد الدمو دي علشان اخيرا هاخد حريتي وهرجع عيش حيتي من تاني وبعد شوية وتحديدا على الصفرة جلال كان بيشرب القهوة حنان كان بتبص علي كل شوية وكان بتفكر ازاي اتغير كده من يومين كان عايز يعمل المستحيل علشان تبقى معه ودلوقتي بيقول لها عايزة تطلقي طلقي تليفون جلال رن علشان حنان تقوم تشوف ان جلال مسك التليفون من على التربيزة قبل ما هي تلحق تشوف الاس جلال قام وطلع برا علشان حنان تتكلم بشك في حاجة مش مزبوطة معقول جلال نوي طلقني وبعدين يتجاوز غيري حتى لو نوي يعمل كده انا مالي ده حياته هو وهو هو حروري فيها وبعدين كلها يومين وهعيش حياتي من غير سلطة حنان حسد بخيبة امل وقلد حتى لو هتطلق منه انا حالين على زمته ما ينفعش يروح يكلم علي المفروض يستنى لما يطلقني حنان قررت ترأيب جلال وتعرف هو لي متغير لي من دول حنان وقفت بعيد شوية عن جلال علشان ما ياخدش باله منها علشان تسمع جلال وهو بيتكلم وصيغة الكلام كانت بالدل لانه بيكلم وحده علشان حنان تطلع تجري على فوق وتدخل القوضة وتفضل تعيد هلا كده ما كانش بيحبني ازاي تجاوزني علشان اهدف كانت في دماغه لو يحققها للدرجة دي كنت مغفلة واي جلال جلال وقتها دخل وقال ياه ايه كملي سكت ليه هو بعد ما ممكن اعرف كنت واقفة برا ليه اظن كنت حبة تعرف انا بكلم مين لا طبعا انا طلعتها علشان كنت حبة اشمي شوية هوا وبعدين احنا هنطلق كمان يومين ايه اللي يخليني اعرف انت بتكلم مين على فكرة انا مش مهتمية اصلا هي فعلا حياتي وانا حر فيها على العموم عايزك تكوني جهزة على الساعة 9 كده علشان في عشرة ومنسي كده على ضوء الشموع حنان ابتسمت وجلال غمز لها وقال كنت انفكر انك هترفضي على العموم هعد عليك الساعة 8 ونصة كده عايزك تكوني جهزة انا ما بحبش الانتظار جلال بعد ما قال كده مش علشان حنان تلف حواليه نفسها وتقول ما اقول ما اقول كل اللي بيعمله خطة منه علشان يخلينا اقوله اني بحبه حنان وقفت قدام المريا وقالت بس دي الحقيقة انا فعلا حبيتك يا جلال وانت مش محتاج تعمل حاجة علشان تعرف الحقيقة لان دوء ده حالة يخلص حنان ابتسمت وقالت ازاي اصلا حصل كده ازاي حبيتو خلال الشهور دي صحيح محدش لي سلطة على قلبه النهار ده انصف فرصة لك يا حنان علشان تقولي الجلال كل اللي جواكي لان لو ما قلتش لجلال ممكن يروح مني حنان فتحت الدولاب وبدأت تطلع الهدوم المتنسقة مع بعض علشان تقدر تلبسها اعتقد ان اللون الاحمر هيبقى حلو خصوصا ان الناس بتقول عليه انه لون الحب علشان كده لازم ألبس الفصان احمر والهلزة برضو احمر بس للأسف مش هيبقى معي وقت اعمل شعري احمر حنان ده حكيت وقالت ايه الهبل اللي بقوله ده وبعد يلازم اقرر هلبس ايه لان مش معي غير ساعتين بس والميقى بل واحده بياخد معي ساعة كاملة وبعد شوية حنان طلعت من الحمام بعد ما لبست فصان لونه أحمر ولبست عليها لزب اللون الأحمر وكانت حلوة وفي اللون ده خصوصا انها شقرة اللون حنان وقفت قدام الميرية وبدأت تحط ميقى بعل بشرتها اللي ما كانتش محتاجة حقا أصلا حنان اكتفت بالروج والمسكرة لما سمعت ستعربيت جلال ارتبكت أول لشان تعدل شعرها وتقول ايه ده انا لسه ما عملتش حاجة ازاي يجي على الوقت ده المفروض كانت أخر رباسة على الأقل حنان ارتبكت أكتر وأكتر وجلال وقف عند الباب وقال مال حنان أول ما شافت جلال صراخت وقالت انت ازاي تدخل كده هو بعضين مش شايف اني لسه بجهز نفسي جلال قرب منها وقال هايزة تعمل فيه ايه أكتر من كده انت مش شايفة نفسك ولا ايه حنان سرحت فاينه وجلال قال لها انا مش بحبك من فرغة على فكرة ايه ده انت بتحبني لسه هو نقدر تطلعك من قلبي علشان تقولي لي كده يعني يعني انت لسه بتحبني امه لقلت انك تناوي تطلقني ليه جلال حطي ايده على خدها وقال كنت حابي بسمع رأيك على كلامي يا حنان ويطر موفق اني طلقك ولا لا اكيد لا انا مش هايزة تطلق علشان بحبك ومستعد داعش حياتي كلها معك يا جلال امه لكنت بتعملي فيها كده ليه انا كنت حسننا في دوامة اوعى تنسى اني بابا في السجن وانا حسن اني حياتي متلغبطة وانا هنا علشان نصلح كل حاجة سوي حبيبتي حانان اول ما سمعت منه كلمة حبيبتي كانت على وشك انها تقع لكن جلال سندها على طول وقال انت كويسة لا يخرب بتكلامك بيدوخني بانا محتاج برشان بندو الحالة جلال دحك وحنان حضنته قالت خلي الجنبي اوعى تتخلى عني مش هتبقى انت والحي علي وانا حفظ لجنبك حتى لو العالم كله بقى ضدك يا حنان حنان غمضت عنيها وابتسمت بسعادة علشان تفتكر موضوع المكالمة حنان بعدت عن جلال وقالت صحيح انت كنت بتكلم مين ده واحدة من دورين مسنين برح ازورها على طول بحسها امي الله يرحمها ممكن اسألك سؤال اسألي انا قعدت معك كتير اوي هنا ولا مرة شفتلك اخ ولا اب ولا جد هو انت مقطع من شجرة ولا ايه لا يا ستي انا والدي ووالدتي اتوفر الله يرحمهم وكنت عيش مع جدتي بس سبيتني هي كمان والله يرحمها الله يرحمهم انا اسفل وسؤالي زعالك بس فضولي هو فضولك ده اللي موديك ورا الشمس على العموم يلا نلحق العشاء بدل احنا منتكلم في الماضي كده ماشي حنان ضحكت وجلال وقف قدامها وقال بحبك هي الضحكة دي اللي كفيلة توقعني في حبك حنان بطست لتحت بخجل وجلال قال ما كنتش بفكر في موضوع الجواز ده خلص وكنت بقول دايما اني مش محتاج حد معي بس لما شفتك وجهة نظر تغيرت تماما في صحيح فرق السن كبير بس بوعدك مش هتحسي اني ده فرق بدنا ان شاء الله هنفضل مع بعض وهنجيب عيال حلوة جدا شبهك كده ان شاء الله ونقول توتا توتا قلو ستحددتنا النهاردة هي ترحل ولا ما لتوتا واستنوني بحكاية وروايات تانية كتير دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته